أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية سيد جميل بن محمد علي حميدان أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية لدعم عمليات التوظيف والسيطرة على معدلات البطالة لافتاً إلى أن العالم العربي يزخر بالتجارب والخبرات النجحة والمشاريع الرائدة التي يمكن الاستفادة منها للارتقاء بمستويات التعليم والتدريب وتشغيل الشباب بفضل ما توفره أسواق العمل العربية من فرص وظيفية لجميع الباحثين عن عمل جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس وفد مملكة البحرين اليوم في الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربية التي تعقد أعماله في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة وتحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال الفترة من التاسع إلى السادس عشر من شهر أبريل الجاري وبحضور وزراء العمل بالدول العربية الشقيقة وأكد أحمدان أن مملكة البحرين اتخذت خطوات عديدة نحو تنظيم وتطوير نظم التعليم والتدريب المهني بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية منها مشروع المعايير المهنية الوطنية والمرصد الوطني لسوق العمل ومشروع المستويات والاختبارات المهنية والتلمذة المهنية والخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني وغير ذلك من المشاريع قيد التنفيذ والتي ستسهم في تدعيم أسس التعليم والتدريب في المملكة والارتقاء بالمخرجات والمهارات الخاصة بالموارد البشرية الوطنية للانخراط في سوق العمل وقيادته نحو مستويات أفضل من الإنتاجية ترجمة نانسي قنقر